في نتائج العملية الحسابية لعشرات اللقاءات ضمن حراك المفاوضات السياسية الذي يدخل فيه سياسي بغداد وأربيل بلغة التهديئة والحوار والوصول إلى قرار سياسي يعنون لغة الاتفاق ونبذ الخلاف والنظر إلى تسوية الأزمة السياسية الطويلة يقطف أطراف المشهد السياسي ثمار تلك المفاوضات بما يرجح تفاؤلا واضحا وتقاربا في المراحل الأخيرة سيما بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستانيين بما يخص منصب رئيس الجمهورية الاتحاد المتمسك بمرشحه برهم صالح وكذلك الديمقراطي المتمسك بمرشحه ريبر أحمد كلاهما يؤكدان ضرورة استمرار المفاوضات لحسم بلف رئاسة الجمهورية قبل عقد جلسة البرلمان المرتقبة الاتحاد الوطني نفى صحة ما يدور في أوساط سياسية وإعلامية عن اتفاق على تسمية مرشح توافقي بين الحزبين لكنه وصف الأجواء في البيت الكردي بالإيجابية واستمرار قنوات الاتصال بين أركان المعادلة الكردية الحديث بوضوح أكبر عن شروط مسبقة وضعها تحالف السيادة والديمقراطي قبل الدخول إلى تفاهمات مع الإطار التنسقي حول تشكيل الحكومة شروط تثمن توحيد المواقف السياسية ومراعاة التقارب مع التيار الصدري كما أن الرأي الواحد يغلب موقف الاتحاد والديمقراطي من حيث الاتفاق على تحديد موعد لحل البرلمان والانتخابات المبكرة وتشكيل حكومة جديدة بصلاحياتها الكاملة بموافقة التيار الصدري وتلك المقاربة تقرأ في الأوساط السياسية بارتياح كبير سيما مساهمة اقتراب حل الأزمة الكردية الكردية ودورها المهم في إنهاء الانسداد السياسي في البلاد الحزب الديمقراطي كذلك كشف عن رغبته في المشاركة بجلسة البرلمان المتوقعة بعد انتهاء الزيارة الأربعينية وهو ما يصب في صالح اجتماع القوى السياسية على موقف يصنع تقدما في معادلة سياسية لم تحل رموزها منذ شهور اشتركوا في القناة